أميركا شئنا أم أبينا هناك تحركات عسكرية على مستوى فرقاطات الفرقاطات تعمل بالوقود النووي تحمل صواريخ وتقذف صواريخ كل صاروخين أو ثلاثة قادران على تدمير مدينة بمساحة 400 إلى 600 كم مربع للصاروخ الواحد هذا ليس بالهيين وأميركا شئنا أم أبينا لديها القدرة من 12 إلى 16 ساعة إلى تدمير جميع القواعد الإيرانية على الأراضي الإيرانية قواعد الطائرات تقصد ومنصات وقواعد إطلاق الصواريخ والمدفعية وفي ذات الوقت في وقت واحد من 14 إلى 16 ساعة بإمكانها ضرب جميع القواعد والأذرع داخل العراق وفي لبنان وفي اليمن وبإمكانها بأقل من ذلك إذا كثفت عدد الطلاعات ومنها الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة والصواريخ التي تنطلق من الفرقاطات أو من على ظهور البوارج فأميركا لديها خطة محكمة وترامب وإن كان لم يعمل بالطريقة الأولى التي ذكرت أنه يعلن حالة الطوارئ بإمكان ترامب أن يستغل هذه الضربة لتحقيق أو لجلب الشارع والرأي العام في أميركا وفي دول العالم باعتبارها حقق نصر لأن ترامب منذ نهاية العام 2016 وهو يهتف ضد إيران وأنني سأقزم إيران سأضرب إيران وهناك مصالح مرتبطة بضربة إيران تخص دول الخليج وكثيرا ما عقدت صفقات مع ترامب من قبل دول الخليج الخاصة السعودية لتقزيم إيران ولقطع شرارات إيران ضد الخليج العربي وضد مصالح دول مجلس التعاون والخليج العربي عموما